حقيقة احتفالية السنة دي من أجمل ومن أبدع إن لم تكن الأجمل والأبدع في الاحتفاليات اللي أنا على الأقل شفتها يعني لأنه الاحتفال مليان معلومات مليان يعني ومعلومات معمولة بمنتهى السلاسة ومعمولة بمشاهد أكتر من رائعة ومشاهد تمتزك فيها السنبة بالمسرح يعني بص حالة كانت أكتر من رائعة على المستوى الفني وعلى المستوى الوجداني ويمكن حتى فخامة الرئيس علق قال البطولات دي إحنا عايزينها تتجسد وتنتج وتتشاف دراما على شاشات التليفزيون لو كل بطل أو كل قصة خات خمس حلقات هتبقى فعلا حلوة حقيقة القول إنه كلام الرئيس فعلا 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 مهمة قوي بالنسبة سيبك من جيلي أنا والله أكبر مني جيل ولادنا لازم الولاد دول يعرفوا ويتربوا ووجدانهم يتكون بالطريقة دي وهنا تكمن أهمية الدراما بالمناسبة وعلى قد ما أنا كنت فرحان بكل التفاصيل فكنت فرحان جدا بالمناسبة بتكريم أستاذ سلاحظوا الفقار نجمنا وفناننا العظيم اللي هو بالأساس ضابط شرطة مصرية كنت فرحان فرحة لا توصف ده بجد يعني هرجعك تاني على اللي كان حصل النهار ده شوف فيه كلام كتير جدا مهم والرئيس تتكلم فيه وفيه حاجة أنا التقطتها بشكل منفرد كمواطن يعني أي حد فينا على حسب علمه ما شاهدوا وما قرأوا في الأوقات الصعبة الرؤساء الزعماء الأمراء الملوك إلخ 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 أحيانا تلقيهم وقفين قدام شعوبهم في خطابات جماهيرية أو خطابات متلفزة يشرح ويبرر ليه ما عملش كذا يعني مثلا نقول إيه والله ده إحنا مقدرناش نعمل كذا 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 في التصنيع بسبب ظروفنا إحنا كنا نمر مثلا في بحرب طويلة جدا في التاريخ الفلاني مقدرناش ننجز الشيء علشان خاطر وجهنا بمش عارف حصار اقتصادي من فين حاجات زي كده حاجات اللي بتحصل في العالم يعني لكن إنه رئيس يقف يوضح ويشرح ليه اشتغل كتير وجدة واكتهدة وناضلة علشان يبني دولة دي جديدة يعني اللي ما عملش هو اللي محتاج يضع المبرر أمام الشعب طب حد عمل حاجات كتير جدا يضع المبرر إحنا صعب إحنا بجد صعب قوي يعني الأول مرة قعد أفكر في كده إن أنا قاعد له إيه ده رئيس حتى لما قال قال يا جماعة كان أسهل حاجة إنه نقف يعني في حرب كبيرة على الإرهاب في الفترة اللي هي بقى بدأة من أول تلاتين ستة واستمرينا ويمكن حتى زي ما قال في خمط الرئيس إحنا نقدر نقول إن إحنا قضينا على الإرهاب بنسبة 100% وبعد كده حتى قال مش 100% بالزبط لكن إحنا يعني تقريبا 100% وقال قريب جدا هنحتفل وهناك في العريش الله أكبر الله أكبر في شابل سينة عريش ورفح والشغز وهي مهم لكن زي ما بقولك أنا كان اللافت لنظري وانتباهي جدا إنه رئيس بقولك كان ممكن جدا نبقى إحنا في وضع بتاع إحنا بنحارب الإرهاب وبالتالي كل شيء في حياتنا هيقف إلى أن تنتهي هذه الحرب وكانت حربا ضروس ليها نتائج إجابية كتير وليها نتائج أخرى صعبة ثقيلة على النفس الإنسانية ألا وهو إنه في عندنا شهدة عندنا مصابين عندنا ولادة يتموا عندنا سيدات ترملت عندنا أمهات ثاكلة لكن مصر ما وقفتش على حاجة مع إنه المبرر جاهز وموجود جاهز وواقعي وحقيقي ونشهده يوميا في شوارع المدن تفجيرات عند مدرية أمن الدأهلية تفجيرات عند مدرية أمن القاهرة اللي هو أكتر من كده إيه؟ ده في قلب العاصمة يعني ما فيهاش هزار بس البلد بنت زي حتى ما الرئيس كان بيتكلم شبكة كهرباء بقى بتصدر كهرباء البرة مش بس بتنور كهرباء جوه مش بس بتشغل مصانع يعني الرئيس حتى فيه سياق حديثه أو فيه مجمله كان بيتكلم على مسألة محاولات إنه إضفاء صبغة أن هناك تقصير حدثة في مصر هو اللي أدى للأوضاع الاقتصادية مع إنه الأوضاع الاقتصادية دي أوضاع عالمية ولا أحد يستطيع إنكارها يعني ده بيكلم طيب ده إحنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا مشروعات ضخمة وعملاقة أنا قعدت أفكر أكتر صحيح هو إحنا بجد بقى لما كانتش بس المشروعات اللي تعملت علشان تاخد الاقتصاد وتتحرك بيهل قدام يعني هو إحنا مكناش اشتغلنا كهرباء كنا إزاي هنقول للناس تعالوا استثمروا عندنا يعني يبقانه وش يجوا استثمروا عندنا فين وإحنا معندناش طاقة والكهرباء بتاعة الإنارة كانت بتقطع عندنا يوماتي بالخمس وبالست والسبع ساعات نقول للناس تعالوا استثمروا عندنا وافتحوا مصانع غريبة جدا جدا لأ هي مش مس غريبة لكن يبقى ضرب من ضروب الجنون يعني احنا معندناش كهرباء ومعندناش غاز ومعندناش حاجة بس يقول نبي تعالوا استثمروا عندنا أو تقول للمستثمر الوطني ونبي فتح مصنع فتح مصنع على إيه مثلا يعني أو زي ما استشهد الرئيس بقناة السويس الجديدة على سبيل المثال بس أنا بقى كان فيه في دماغي حاجة تانية ألا وهي أنه كل المشروعات دي اشتغل فيها كان بني آدم ملايين بعض الأرقام يمكن اللي الواحد قدر يلتقطها خلال الكام سنة اللي فاتوا نتكلم خمسة لسبع مليون بني آدم اشتغلوا في هذه المشروعات يعني خمسة لسبع مليون بيت اتفتح بسبب هذه المشروعات حط في دماغك التصور بقى حضرتك سيدي المواطن سيدتي المواطنة طيب ولو ما كانش كل ده تعمل السبع مليون بيت دول كان هيبقى مصرهم ايه بيت مش فرد سبع مليون بيت اضرب السبع مليون فاربعة تمانية وعشرين مليون مواطن كان هيبقى مصرهم ايه طيب قول لي إيه اللي يخلي رئيس يتحمل عبء ومسئولية بيت تطوير اجتماع لا تطوير ايه تغيير اجتماعي جزري في الريف المصري لتغيير حياة ستين مليون بني آدم ما كانش عامل كده يعني ايه إيه اللي يخليه شيل المسئولية دي على ظهره بالمناسبة ولا واحد فينا مش بقى في الإعلام فمصر طلب ده على الإطلاق لا في 2011 ولا في 2013 ولا حاجة خالص محدش طلب ان احنا عايزين مشروع قومي ضخم عملاق مهول لتطوير الريف المصري ما حصلتش محدش فينا طلب عايز واحد يطلع يقول لي والله انا طلبت ده في مقال او كتبت بحث مش عارف نشاطه في كتاب عن دار نشر كذا ولا واحد رئيس حلم وقرر انه يحول وده الحلم المشروع وحلم فيه نبل لانه ما اطلبش ما اش في التفكير بتاع حد فهذا الحلم النبيل يبدأ يشتغل الريس ورجال الدولة واجهزاتهم عشان تنفيزه مهما كان هذا الحلم مكلف علشان ده هيغير من حياة تقريباً ستين في المية من المصريين مش بس ستين مليون مواطن ده تقريباً ستين في المية عارف لو ستين مليون مواطن واحنا تعددنا مليار مثلاً هتقول لي النسبة بسيطة يوسف هقولك ده ستين مليون دول يسوي تقريباً ستين في المية عملياً حولي تمانية وخمسين في المية من تعدد مصر يعني اكتر من نص مصر بتتغير ليه يشيل الحمل والمسئولية دي بمنتهى البس اسأل نفسك السؤال ده ليه ليه وفي حد طلب كده